السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه والسلام السليم الصورة القرآنية التي يستجيب بها الله للمسلم لما يدعوه يقرأها ويدعوه فيستجيب له في الحال الصورة مشهورة والصورة ليس مخفية للمسلمين والمؤمنين الصورة للصلاة والسلام لا تستعجبوا إن رأيتم أن أحدا أحيا بها شخص يعني مية أحيا بها وهي صورة لم تنزل في الكتب السماوية السابقة لم تنزل هذه الصورة في أي كتب السماوية نزلت فقط في القرآن وهي وأواخر صورة البقرة وهي ابتداء من آمن الرسول إلى آخر صورة من صورة البقرة الصورة فهي صورة الفاتحة يا أخوتي صورة الفاتحة عظيمة تقرأها سبع مرات لأن آيتها سبع تقرأها سبع مرات وتدعو تقرأها سبع مرات وتدعو تدعو إلى الله سبحانه فهو يسمعك فبصورة الفاتحة يستجب الله لك بالصورة يقولون والله ألم ومن أحسن تقرأها سبع مرات وتدعو في الصباح في الليل في أي وقت أردت ماذا صورة الفاتحة يستجب الله بها الدعاء لأن ربي ما دعا بهم نبي أو رسول إلا استجباه الله له ربي سترونه في القرآن كل الأديات الأنبياء والرسل مربوطة بربي والرحمن الرحيم ما دعا بهم من أحده إلا استجباه الله الله الرحمن الرحيم وربي ربي هو الإسم العظيم الذي يستجب الله لك بسرعة حتى يقول من كان غريقا ودع بإسم ربي في الغرق فيستجب الله له بسرعة وانقضه من الغرق من قال ربي يعني الإسم الذي يستجب الله به بسرعة لهذا صورة الفاتحة تبقى هي العظيمة وهي الأعظم صورة في القرآن يستجب الله بها الدعاء أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر